السلام عليكم. معكم عبد الرحيم. أنا أود لكم القصة التي كنت بقى صغير حتى اليومين هذا. وهذه القصة تعتبرون أنها تحفيز الكثير من الناس. لكي يقارنوا الوضعية مهمة مع الوضعية التي تسمناها أنا. وكيف من صغري من اللي كانت عندي خمس سنين اليومين هذا. كيف تجاوزت الكثير من العقبات. وهذه الحياة التي دوزت كانت صعيبة 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 لها. وحاولت نعرف الحقيقة ونتحديك على الصعوبات. لكي نصل على ما تريد. والحمد لله ربي معي. نعود لكم من الأول. أنا كنت بقى صغير. كانت عندي خمس سنين. كانت عندي خمس سنين ذلك الساعة فشزتني الوالدة. وكنا غادي أنت مشاو. أنا ذلك الساعة كنت نايف في واحد البراكة. ومع مرني عرفت ما كنت هو. يعني كنت غير مع الوالدة. وبعد المرات كانت كتوقف بيا في الضو الحمار. في الفيروجات. وكنشوفها كاتمشي عندشي ناس للطموبيل. كاتهضر معاهم. وكتجمع فلوس سيارة ذلك الساعة. كبرتانها. عرفتها بالليرة كانت كتتسعى بيا. ما علينا. في واحد النهار. دوزنا هذيك المدة. نقول لكم. مرة مدة طويلة. من اللي قبل تمن. تكون عندي خمس سنين. وأنا كنت نشوفها كتب شي بيا. زعمال الفيروجات. وكان وقفوه. أنا بعد المرة تنزوح الطاصة. وكمشي عند الناس في الطموبيل. نضق عليه مفجاج. ودكشي كي يدوروا معايا. وبعد المرة تنشي والقهوة. بعد المرة. مهم ما خلات فين مشات بيا. ولكن من اللي درج خمس سنين. واحد النهار قلت لي. يلا معايا. ونرى معارش ذيك السعفين غادة بيايا. ومشينا. ونوقفو احدا. وحد الباب بحل من دراسة. بحل من دراسة. هذا الباب كبير. بقينا واقفين واقفين واحد شوية. خلت لي واحد الورقة في يدي. أنا ذك السعف بقي ما كان قراش. ما دخلتني لم يدراسة الأولو. خلت لي ورقة في يدي. قلت لي يشوف. هلان رغي خرج واحد السيد من هذا الباب هذا. و أعطي هذه الورقة سوف أعطيك الحلوة و سوف أعطيك الفلوس و سوف أعطيك و سوف أعطيها في حالتها و كانت هذه الأخر مرة سوف نرى فعل الوليدة خلتني وقفت أمه بقيت وقفت يدوذون الناس يسولوني تقولون لا رماما سوف أتجي دابا و سوف أعطي هذه الورقة سوف أعطي المقضى ما يبقى منه بلد و ترحل ال�찮ما فيه مالحق حتى تريح الفلوس و سوف أتجرت أكمل من الوقت و سوف أعطي أمي أمي ما سوف أعطيك فلوس و فلنك و سوف أعطيه في المقضى لا أعلم بالتع差 من المقضى و لكن لما بعد فأنا فهمت كيف يقول لذلك أسلوب نعم و سوف أعطي ذلك و سوف أعطيك هذه الأورق و هذه الورقة كانت كتبة فيها بلقي انا ولد متخلى عليها والقاوني غي كان سعى في الطريق ما عندي لأب لأم و باللي انا جابتني الخيرية و حططني اذيك السيدة وهذه رمي الحقيقية هي اللي جات حططني تماما دخلني اذك السيد هادر مع العساس مع وما كان اخرجوا في حالتهم وقال الناس اللي في الادارة وذلك شيء اللي زعمها غي تكلفوا بيا ويدخلوني للخيرية ما كانيني نش ديك الساعة كل شي خرج في حالتهم وذلك الساعة بقى معي العساس دخلني البلاسة في كي يكونوا الدراري الصغار اعطاني واحد البلاسة قلي يا ناسا هنا يوم اتحرك شنجا عندك اللي اغداء الصباح فعلا بقيت انا قلت اسمه كان كل شيء بدأي ناس كل شيء يسدين عليه تماما اعطاني واحد البلايسة كانوا شيء دراري صغار بقى وتماما بقنا كان لعبو تطلع الصباح سوف يطلع الصباح بدك يقدر معي المدير شكون ماماك شكون هادفي كتي انا لانيتي كان عود لي كتلي ركنت معي ماما وكنا كمشون انطلبوهنا وانطلبوهنا وشنو اسميت ماماك انا عارف غي اسميتها حورية يعني ما عارفش كنيتها ما عارفش كنيتها شنا هي تقولي يا شكون باكتوا ما عارفش بابا شكون انا ما عندي ش بابا انا وبقى معا اياتها اه تأكدوا باللي انا ينرى ما يعني متخلى عنه اوصا يبولوا يوريقاتي وصا يبولوا يلك يتم وبقيت معاهم في الخيرية فاش بقيت معاهم في الخيرية ومن حتى ديونا كان اكبر اقراهوني يعني شو نقوللك اه 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 اا فرحت بزاف في القراءة التي أريد أن أقرأها و أنا من صغري كنت أدكي شيئا كنت أحاول أن أقرأ كنت أجيب نقاط مزيانة يعني الظروف كانت زوينة كانوا يخرجونها تخرجونها تدونا الرحلات و كانت الأجواء زوينة ولكن دائما تبقى في ذلك الهاجز في المامار سأجي واحد النار حيث أنا كنت عايش معها إن أنا مليت زادت و أنا عايش معها كنت أجيب واحد النار سأجي و دائما تنسوا لهم كنت أقول لهم ماما ما جات نحدي و أنا كنكبر و أنا تنسوا لهم حتى عدرت 18 عام فاش عدرت 18 عام سأخذني نخرج من الخيرية و كنت ديك الساعة كنت قررت نوصل لباك ولكن ما القراءة ديالهم و هما يعني يقرروا باش يتقفوك و صاف يعني ما تابعش لوحد مؤسسة ولا شي تعليم ولا شي حاش مهم بذلك التعلم اللي تعلمت كنت كان هضر شي شوية بفرنسي و كنت هجا فيها و العربية و ذاك شي و الدروس الخيرية كنت كان راجعوهم و تنقرعهم مزيان و تنتفرج في الوطع عقين كانوا كدروا لنا التلفازة و ذاك شي و نحاول نتعلم ولكن أهم حاجة هي تعلمت نكتب و نقرأ يعني لو أعطيتني شي حاجة بالعربية رغ نكتبها و نقرأها و ما كانت شي مشكي خرجت أنا من صافي فاش خرجوني من ذاك من الخيرية فاش عدرت 18 عام تلفت بي الدنيا كنت أقول لهم لا يوجد فين نمشي لا يوجد فين نقلس تقول لك هذا هو القانون الرميم لا يمكن أن ترخصنا نخليه الناس أخرين كنت يأتي و سير دبر على رأسك لم أعرفت أنني كنت تلقوني هذه الساعة دنيا قدرت بي الدنيا تلفت لم أعرفت لماذا نمشي عند مراكز تكوين و إعادة تأهيل ها أنا مشيت لعندهم ولكن فين غنبات فين غنقلس لا يوجد عائلة لا أعرف شي واحد ماذا سأعطي لماذا سأعطي فين نمشي الظرداء و أنا أجبت فين غالس أجبت غالس 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 لا أعرف أنني بدأ و نمشي الضرداء أبدا أنني أفكر و أنا أقول ما سأقوم بها أجب أن أحصل بلصة و أجب أن أضبار على رأسي أعطيك إحساس لا يجب أن تتخذ لأرض الواقع و لا يوجد لك للمدين و لا يوجد من الأمام فأم هدف فأنا نجب أن أحصل نقوم بمشاكل مخطط ونقلب على موى أول شيء بعد ذلك نقوم بمشاكل ونضبرا على مصيرف ونجد مباشرة في النسكن هي هذه بقيتك نقلب هذا النجار هذا صدور هذا ميكانيك كل شيء يقول لك أخوير عندي الخدامة وعندما عندي ذلك الورقة الخيرية يشوف ابن هذا سوف يعرفك خارج من الخيرية يجب أن يتعاون معك يعتوك ذلك الورقة بأن الإنسان يتعاون معك مالينا حتى الوحد من نهار خرج من ذلك المنطقة التي كنت فيها الخيرية خرج منها ومشيت بحل بحل واحد الفيلاج بعيد على المدينة مشيت لذاك الفيلاج وهذاك الفيلاج فيه واحد البلاصة مجموعين فيها قاعدة الحرايفية يعني ميكانيك قاعدة الناس اللي عندهم علاقة بطموبيلاج مجموعين في واحد البلاصة معروفة حتى خدمت مع واحد خينة كهربائي السيارات مشيت لعنده واحد رجل كبير اللي عمرها ضار من هذا المينبارة نشكره بزاف ما جاوبونيش توصلت لعنده هو السلام عليكم عمي رأيت 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 رجل يا طابو ورأ بغيت نخدم رأني كنت في الخيرية ورأني قارئ وكن عارف نكتب وكن عارف نقرأ وابغيت نتعلم شي حرفة وابغيت نتعلم عندي مصروف ونكري رأيت تقهرت ورأ ما بغيت نخرج للشي بالي ولا شي مصيبة الله يرحم لك الوالدين هالورقة ديالي شدة ديك الورقة قلية اشكت عرفت دير اولدي قلت يشوف انا راس خفيف وابغيت نتعلم قال لي اوه عالي اذا بغيت خدم عندي متعلم غامضة نعطيك ستاشرمية في السمانة انا بالنسبة لي ستاشرمية قلت يشوف امي رأيت شي مشكلة رأيت تعلم الحرفة واذاك شي ولكي رخصني في النبات رأيت رأيت نبات عمي رأيت مقور رأيت مدق دق رأيت عندي واحد البيت في السطح غيور عندي تجاج وعندي ذاك شي واش تصبر على الريحة هذا الشي اللي قدر ننديل معك قال لي رأيت عندي واحد البيت في السطح رأيت في شي باقاج تقدر تصيب لك شي بلايس وفي انت بقات ناس قلت لي ماشي مشكلة عمي وانا نبات تم عالخفيفش انا ودير اختني غيف نتخبع على الشتو نتخبع على الصاد الله يرحم لك الوالدين وبحاله بقيت فيه هذاك السيد مع من اللي قرأت ذاك الورقة حسبية ما علينا ذاك الساعة قال لي يافت شغال دير يالله معايي ضبر ضمن وريك البيت عاد رجعوا للخدمة هذا نبت موبيل وفي البيت تغيص غيره وضعه باقاجه وصدارية قدام وصدارية وشي سايكان وشي حويش رأيت عمي انا رأيت بارخة يالله رأيتني غمضا نصيب لكارتنا سونال وذلك شي رأي ما عندي شهوية رأي ما عندي شهوية رأي ما عندي شهوية رأي ما عندي شهر رأي ما عندي شهر نصابه ان انا يكون تقابينات متأخذنون انا دوري نصيب لك conscious بلا س RiR رأيتنا نخدم على العراسي وتنقلب على الماء ونقلب على عائلتي وقال لي هانتها والله لديه الديده جوجان هذا وسعربي أمي رأي ما عندي إجري انسى اللي خدمتي تتحلين ونجي الناس صعف او اخدلين فق نجيل الخدمة بقيت مع هذا السيد اللي يرحم ليه الوالدين نظر النار عادة في الجماعة يجبون لنا الماكلة ديما في الأشياء كالقعشيواتي محاطين عليها وبقيت معها اوضغيت تعلمت الحرفة اوليت معلم بقيت معها تقريبا اشان قولك شي عام وانا معها حتى اوليت معلم يعني انا اوليت اشان قولك يعني درت بلاستي مع مع الخدمة اللي عنده معك الراسي خفيف وضغية كنت تعلم والذي تمعلم في ذلك الشيء ديال الضوء ديال الطموبيلات وتبدال الباتريات والكابليات وذلك الشيء اللي ضغية كنت تنصر بكولي زادني في الخلصة حتى دار لي الخلصة ديال المعلم ذلك الفلوس اللي كيعطيني انا كنت جمعها حتى ما كنت 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 صرف بثبت تنصر اللي خدمتي نطلع في حال يعني مان بلي موالوا الماكلة ما كنت تشي مشكينينيه وتيجبوا لي الماكلة المحل وتنكلوها مع بعض اياتنا وانا الريال الخوتين جمع ما علينا فاشداز ذلك العام قيت راسي جامع واحد الباركة ما بيهاش قلت دب انا يعني دي تسعة عشر عام ولا دبرا قربت نكمل تسعة عشر عام قلت دي تسعة عام ولا دي تسعة عام ولا دي تسعة عام ولا دي تسعة عام ولا دي تسعة عام انا ربغيت ندخل ندير ليستيه بغيت ناخد دي بلون في هذا الالكتريسيتي ديال الطموبيلات يكون عندي دي بلون باش نخدم في شركة انا الشيطانة ولدي دبارك وليتي بحلو ولدي وليتي واحد مننا معمرني شي متعلم بحالك انت مقدب ومخلق وضيقور دي يعني الخدمة هي الخدمة وما ما فيكش البسالة ولي قلنا هلك الدينة انت رضبها بحلو ولدي ذاك البيتراء ووديها لك بغيت تقرعها ولدي وبغيت انا نوقف معاك ان شاء الله تتقرع كانت واحد ليستيه في المدينة اللي يتابع لذاك ذاك الفيلاج اللي كنت خدام فيه من شام عاية من شام عاية الليستيه دخلنا عند المدير السلام عليكم وعليكم السلامة انت راه الولدها ذا راكن نتعلم عندي في المحال وراه خارج من الخيرية وريتوا ذاك الورقة دي الخيرية وقلت انا را بغيت ندير شي دي بلون بغيت نقرأ بغيت نقال لي ذاك السيد قال لي شوف انا را عندي محال دي الكهرباء السيارات واتسي ذا رجع عندي وتعلم الحرفة ورا راسو خفيف وتبارك الله ما فيه تشي بالياه وبقى تدفع لي معاك المدير تدفع لي تدفع لي قل لي اذا باش من دي بلون بغيت تدير قلت لي انا ما كرت سنضير دي بلون دي الالكتريسيتي ميكانيك ولا الالكتريسيتي ديال ديال طموبيلات قل لي واش عندك شي قرايا واش اخبرت لي ما شان اقول لك انا انا كنت في الخيرية وكانو كيقرأوني في الخيرية وركر ما عندي تشي ما عندي تشي نيفو باك ولا باك وذين ما عنديش قال لي يا راه هاد البرونش هاد د را كيدخل لي بنيفو باك ولكن دير هاد بدا تيورين المدير انا ما بدتي وريني حسيت بلير عقبلوني تماما سوف تحضر هذه البرانشة الالكتريسيتي ومنها سوف تصل إلى هذا البرانش الذي تطلبه في النبو باك لأنني أريد تخصص الالكتريسيتي في الطموبيلات فعلا قبلوني وستيد لم تتخلص علي اليومين هذا سوف أقول لكم بقي لدي بعض العلاقة جيدة جدا 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 معنا بداية في هذه البرانشة الأولى تدوز في 6 شهور إذا جاءت المبين الأولين تدوز في واحد البرانش الأخرى تتقرى فيها العام دوزت عين الأولين في هذه البرانش بعد الثان ثاني اقوم لأ وضعت الخلف البرانش وقد وق Saib وقنتkrat through那個 إلكتريسيتي ميكانيك و إلكتريسيتي سبيسياليتي فواتيور ذاك الشيء الذي يعملون بهم في الكنسيسونير يعني دبعا نخدم أنا مع الكنسيسونير كبير شركة كبيرة مركة كبيرة نخدم معهم في الإنستالات الكابلة ذاك الشيء فعندما أخذت ذلك الثلاثة ديبلوم قال لي هذا السيد الذي يوقف معي فاتشي كامل اللي مخدمني قال لي هنت أولدي كنعرف واحد السيد في طانجة إلا بغيتي را طلع عنده الطانجة هنا نقول لي راجع عندك فلان وفرت اللان وحط لي لي ديبلوم ديالك را يوقف معك في الخدمة را واخدام في الطانجة را يوقف معك ما قال لي نهية هذيك مشيت أنا طانجة تنجري وعلم ذاك السيد قال لي را وغيتي عندك واحد الوالد واشنو كين واشنو كين مشيت لعنده حت قتليه السيفيات ديالي أعطيته لي كوبي ليجاليزي ديبلوم ديالي قال لي يا دباغت مشيت رجع عند الحاج حتى نتصل بك رجعت هنا عند الحاج بقيت خدام معتما في المحال شوية من هنا شوية من اللي هي حتى بأوليت معلم يعني معلم وانا اللي أوليت مراقب لي ذاك ذاك الخدامة اللي عنده بقيت معاهم هذي وكن نجيب لي لزافيرت نجيب لي الطموبيلات الخدمة موام القادية غدا مزيان وخلاص تنقول لكم يعني مخصني تشي خير مع ذاك السيد يطلي يا ذاك السيد لي عيط الحاج قال لي شوف صفت لي الوالد را قيت لي واحد الخدمة في واحد الكونسيونة الكونسيونة هي لاميزون واحد الاميزون يعني انتا شنو الخدمة لك هي ان الطموبيلات التي يأتي هي بحل ديبو 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 ماركة مثلا اي ماركة بلا ماجهة اي ماركة تكون عندهم واحد ديبو في الانتروبو وانتا تقالبعد اي مقالة والاها ممتاز بكثرة ويسنينت الآن تغيب المهتمة وتقالب باطرية خير والسلك بالوالد والدمارة وترتقب اللي انا قام بجمد انهم سيأت قد اتجاب انا سأصبح وقت معي ألقي مشكلة بلاد وراءة مع هذه الشركة ولكن انا نتجاب معهم يجب ان تصغير الكار Sagana ويجب ان ذاك من التذيب أن اتجاب معهم وعيدت لأخر الحاج قل لي راسيد خصو الورق يعني راسيد خصو الورق يعني راسيد ناسب رجعت أنا عند الحاج قلت لي راسيد شنو كاين وشنو كاين ماشينا تنجريه وفي المحاكم بغاوا دبا وشوف دبا من شوية شوف ليش بغي يوصل معي اد السيد هذا يعني اد السيد هذا مشينا مشينا الخيرية اخدينا ورقة باللي انا كبرت في الخيرية بحل غيدير لي يتبني ولكن انا ما عنديش ناسب ما عنديش ناسب ومن هنا ايه غد تبدأ من انطلاقة يعني كان من حيتي الخدمة ما حيتي نقلب على الموية ما عنديش ناسب انا يعني ما عنديش واحد ناسب اللي غنصيب بيه لكارتنا سونال وغنصيب بيه هاد القادية هذه واللي هنا في واحد الموشكي الكبير ولكن الحمد لله ربي سهل ووراونا الناس شنو نديره ما علينا رجعنا لذلك الخيرياج بتناوه ذلك السجيل تيلي انا تم اسميه من خليني ايب اسميتي يا عبد الرحيم ولكن ناسب ما عنديش باللي رد خط الخيرياج كانت عندي امريكا بطاقة دا وفقاش خرش وذلك الورقة اللي اعطوني باقي محافظة لها درتف واحد الورقة درتف واحد واحد الغلاف وباقي محافظة لها بحالة خاضرين كي يقول يرا واحد النار غا تحتاجها بتينا تنجري وجري من هنا طلع المحكمة بطم المحكمة سير شوف موحامي سير شوف هادي سير شوف هادي بقى معايا اعطاني اهو اخدا اعطاني ناسب دياره بحالة غا تكفل بي وعطاني ناسب دياره سير كوميسارية سير هادي اجي ديكلاري براسك بغيت بدلكني اعطي واحد المصاري يعني ما تخلاش عليه هاداك الحاجة احتخذت ناسب دياره خرجت لي لكارت ناسونال على حسب ناسب دياره خرجت لي لك يا ولدي هاد الخير اللي غندير فك رصدقة جارية انا بغيتك تعرف عائلتك و بغيتك تعرف اي حاجة اضعتك من حياتك بغيتك تعرفها لانك ولد الناس و معمارني لقيت معك لعيب اجرينا على الوريقات سبقين من هنا من هنا من هنا من هنا حتى طلعت هذه الكارت ناسونال بواحد مشقت الانفس مشقت الانفس سنقول لكم باش طلعت هذه الكارت ناسونال عائلت الكسيد كتلي رأي كل شي يواجد رأي الوريقات يواجدين و ذاك الشي مشينات الزري و اعطيته لكارت ناسونال كوبي ليجال يزيد فعل ذاك الناس صيبت معاهم الوريقات بديت معاهم الخدمة بديت معاهم الخدمة كانوا يخلصوني علىين 64 الف ريال انا 64 الف ريال في ذاك العهد انا اقول لكم ارا واحد الانجاز بالنسبة لي من اللي انا استقريت معاهم سنو معايا كونترا ديال 6 شهور وقابل الجديد جديدوا معايا كونترا ديال 6 شهور وقابل الجديد كونترا ديال 6 شهور وقابل الجديد ومن هنا من اللي استقريت ولا عندي فين نسكن ولا عندي فين نمشي ونجي ولا عندي الروبو ولا عندي الكونجي هنا بدأت الرحلة ديالي ديال انني مشي نقلب على الماء هنا خسطيني نقلب على الماء وشحية ولا ميتة من خمس سنين مع مني شته من اخر صوت بقالي يفدني ايديك تسنين هنا يا رواحد السيد غير خرج غير حلوة والغلاس والفلوس اعطي غير هاد الورقة اخر ما سمعت من عند الواليدة فهلا عيضت الحاج قلت لي عمي الحاج رعندي واحد الروبو خديت واحد الروبو في سبع يام رغنجي راختني مشي نقلب على الواليدة بأي وجهين كان رجعت لعندو بجيت لعندو قال لي هاتا شوف لابغيت يا لك انت خسك الطاوموبيل باش تحركوا ذاك شيء رعب الطاوموبيل ديالي تحرك باولا شي يجي بالقاراج اعطاني الطاوموبيل انا ذاك الساعة ما بديت تنبحث يعني في ذاك الوقت اللي انا يا خدام تنبحث وتنسوا الناس عشانو كايرا تخلت علي الواليدة وانا تنبغي نقلب عليها وانا هادي وانا هادي قل لك شوف اول حاجة غادين البلاسة فين خلاتك ذاك الجيهة اللي خلاتك فيها قلب قاس بيطارات اللي يولدو فيهم قاعلي ما طيرني تقلب فيهم قلت لي انا الوقت اللي خلاتني كانت عني خمس سنة يعني قل لي يوارد بحسب نتايا وشوف العمل اللي تزادتي فيه وصير السبيطار وبدأ تقلب في المطرنتي شوف العمل اللي تزادتي فيه حتى تلقى لان امريكا تولد المرارة ضروري ما يسجلوا لا اسم الام و لا اسم الاب بقيت انا في ذاك الرحلة من سبيطار لسبيطار 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 الحمد لله الحمد لله لانا تزادت في البلاسة اللي خلتني فعل وليدة كونزا ما تزادت في بلاد اخرى كونزا ما نعرف ان هذه البلاد وسط 32 جهة هنا في المغرب ومعرفت تراصي فين تزادت انا بقيت من سبيطار لسبيطار هذا النهار حتى الاخر نهار في القنجي قالوا لي ارغا تمشي الواحد سبيطار مع ذاك البلاسة اللي تزادت فيها كبيرة قدرت عليهم كاملين انتو نقول لك قلت ارغا تمشيت الواحد سبيطار السلام عليكم وعليكم السلام ما هو متعرفتي بارد السلام علي امنى كانت عندي ادخلت لىато في سجل لانا اذا كان اسمAlright لлект متعرفة الاعتراق والانا ارغا تزادته ضرول انا اذا كان النار لا افعلش باف Rusia لايئن الواحد التي زادت في هذه الوقت بحل كتابت انا حتى ازادت مع الربعة لانا الواحد التي زادت مع الربعة يعني كل شيئ آخرين زادت مع الخمسة مع السبعة مع السبعة مع الثمانية انا الواحد تزادت في هذه الوقت يعني نقول لك الكثير من الممكن ولا يمكن انا غلط مختلفة نبت انتصار مح talent في هذا الوقت اضغط مؤنثة واخذ من المؤمن هذه السمية لم يكن لدينا اسم أباً أباً لديك سجلاتك هنا أعطيتني السمية لأم الشيطان الكوميسارية السلام عليكم وعليكم السلام أنا سأقوم بالأمي سأخذتني وأنا في عمري خمس سنين وأنا لم أعرفت أن أمي تخلت عليها وهذه الأورقة التي كبرت أنا في الخيرية وأنا سأذهب إلى المطير نيتي وأعطيتهم التاريخ في جزادية والوقت وأنا سأعطوني السمية أنا لا أعطون ذلك السمية أنا لا أعرف ما هي هذه الحقيقية وما هي هذه الأمي الأصلية لا أعرف أي شيء أعطيتهم السمية ولكنية أكتب ليهم مرة أسمية ولكنية لم أكرهتش أعرف هذه المناطق أين داروا معي الأنقات أركبوني في الصافات دوني الخيرية سوولوني سوولوا المدير وما كانت السيد كان عندكم هنا وما كانت أعطيتني أحد الأورقة هذه الأورقة معاقلت ما كانت أكتوب فيها أجب الله المدير من بعد السنوات كاملين وأخذت بالدل يعني بقى محافظة للنمرة للمشي نرقينا مدير واحدة آخر قال لي مرة هذيك العادة اللي كان فيها دوني كان مدير واحدة آخر أعطوا لذلك المدير السلام عليكم ومعاك المخزن أي را واحد الولدة دنانايا واشتعقلوا واحد الولد كانتوا لقيتوا أحد الباب وكان هذي فيه دون ورقة قال لي أي را كان هذي فيه دون ورقة مكتوب فيها باللي أنا را أضروفي قاصية ومعن ليش باش نعيش لذي الولدة رغي كنس عابي عفاكم لما خليوا عندكم في الخيرية فعلا تصافي تأكدوا من ذلك الشي داروا الوقت ديالهم قال لي وصيرتان عيطولك داروا البحث على ذلك السيدة دا ستماع تنقول لكم شي عشرين يوم بحلاكاكم مع عيطوليا قال لي را ألقينا ممك لابغتي تجي تشوفها تنقول لكم ما رفاش قال لي را ألقتي ممك بغتي تشوفها ما نكذبش عليكم تزات بي الأرض وتحطات لانني غنعتق أمي ما عارفش الظروف اللي هي فيها وما ديك سافاش هاي طولية يعني را ما عارفش بلي أنا عطيهم غسمي وكنية ما عارفش بلي ديك هي أمي لإسم الحقيقي ديالها أنا عارف اسمي تغيها حورية يعني را ما عارفش وش هي حورية فلانا ولا حورية فلانا ما عارفش نشي تنجري زيت طموبين نشي تنجري هبطل عندهم دخلت دخلت لانا البلاصة اللي بعيدة اللي خدم فيها أنا وفين درت أنا لونكيت على الوالدة بعيدة بزاف مشيت تنجري دخلت تنقول لكم احساس دل الأمومة واحد واحد شعور را ما كنت تشي كل ما نقدر نوصفها لكم أنا فاش دخلت قلت سوني قلت سوني قلت سوني قلت سننا نيتان عيطولك والوالدة را معاهم من الداخل را معاهم من الداخل تقدروا معاوذك شي شو يوي عيطلية عفتي فاش حل الباب و جات عيني في عينيها عفتي را واحد و قلبي بدك يضرب بدك يضرب حسيت بها واحد الإحساس عفتي لك بدك بدك تتحرك والقلب و تخلطوا ليه الأحاساس ويانا تتجري و يتعنقني والدي و انا نعنقها و ما نكتبش عليكم عفتي را بحل كبو عليك شي سطل ديال المبارد عفتي و ذاك الصورة ديال هادي ديال اسميتو بقات ليه في عيني قلت له ما ديه يموي هادي يموي و هيكت بكي مسكينة و طحت ليه على رجلي تبارك الله و قد تتعنق و تبوس و واحد الضابطة كانت معنا والله إذا بدأت تتبكي مسكينة و حق الله تبدأت تتبكي أعطي را واحد الشعور و واحد الإحساس في ذلك الأحضارة و الناس الذين كانوا قادسين تماما تقول له مرة من اللي كانت عندي خمس سنين من اللي قلت لي يا أمي عقلتي قلت لي يا أمي قلت لي قلس هنا يرغي يجي واحد السيد غي أعطيك الفلوس و غي أعطيك الله قلاصه الحلوة و خلي أضو ورقة في يدك و من تماما و تشتك و ما تنازلتش عليك نهائيا حتى نقلب عليك وبقي ناسا في عمرونا واحد لما حضر خرجت الوالدة دي اللي ركبتها معي في طموبين مشي تنجري عند الحاج قلت لي تنبكي يا رتي كان عن نقدك الحاج بحلها و وبا قلت لي يا أمي 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 الحاج لقيت ممي لقيت ممي وتنبكي قلت لي رقيت ممي هاي بس حاجة يدارة لبس عليها الحمد لله ممي 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 و أعطي وكن بكية و ترى واحد لفرحة ما نكذبش عليكم يعني ايش نقولك تسمحوا لي يا دخلت و خرج في العدرة واحد أحساس كبير كبير رزاف و دبارة ممي عايشة معي و عودت لي قاعدة الكواريت اللي تزوع عليها و داك المصيبة اللي دوز عليها الوالد الوالد هي الوالدة غي غلطت معها كان موعدة بجواج و موعدة بزاف دي الحواج و رغي كتفلع ليها و ولدتني أناية و ما بغت تقتني حاولت أنها تقتني و ما قدرت و من اللي ولدتني كبرتني بذلك السعية كانت كتسعبية و ذلك شيء ولكن دبق أنا معيشة في أحسن الظروف كلها معي و إن شاء الله ناوي نتزوج إن شاء الله راناوي نتزوج إن شاء الله في القريب العاجر كنعرف واحد السيدة اللي عمار عدرتها و ما غنتخلاش على موين نهائيا لأن دوزت عليها القرفي وسمحت فيها بالضغط عليها بغت لي مستقبل أحسن و أنا جيدة لكي نعوض لها قاعدك شيء اللي يداز و نشكركم بزاف بزاف على الاستماع و أي واحد أي واحد نقول لكم أي واحد خرج من دار الخيرية ما كان شي واحد غدوز شيء مستقبل أو شيء زمان صعيب كثير من ولد الخيرية تيقوا في الله تيقوا في راسكم و ربي غاقاتكم خيركم كشكركم بزاف على الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة